انا مع الكابتن عمر انور انا بينضملي واحد من مستقبل النادي الاهلي في مركز الزهير الايمن احمد سايد عبدالنبي احمد بالمناسبة كابتن اسامة كان عائد من اصابة واول مباراة يلعبها ويشارك فيها ويشارك النهاردة كبديل احمد برحب بك على شاشة تقناة النادي الاهلي نهاردة يعني بقول لك حمد لله على السلامة بعد العودة من الاصابة مباراة ونزلت في الشوت التاني قولي لنهاردة كابتن عمر انور ابرز التعليمات اللي هلك قبل ما تنزل طبعا في الاول بس برحب بيك وبرحب بكابتن اسامة طبعا وكابتن عادل طعيمة وكابتن شيف عمنا برحب كل النجوم طبعا معنا فيها على قناة المال يعني الحمد لله انا كنت بقى لي كده اسبوعين مصاب ورجعت من يومين كده ان شاء الحمد لله يعني والنهاردة كان اول ماتش ليا اول مرة اول مرة نزل يعني التمرين من يومين احمد ايه اللي انت شايفه مختلف في الكابتن عمر انور معاكم وانا عارف انه بيشتغل على الدفع النفسية معاكم بصورة مستمر طبعا بيكابتن عمران وطبعا مش محتاجة ان حد يتكلم عليه هو بيشتغل مع كل واحد فينا على حسب الحاجات اللي نقصها يعني كل حاجة بيقولها لنا كل حاجة بيتكلم معنا فيها اننا نقصني بيكلمني فيه وبيكلم كل واحد على انفراد وديها طبعا احسن عاجب في كابتن عمران احمد الفترة اللي جاي بقى وساعدكم المبرار القادمة خلاص بنيفل الصفحة ديت بداية موفاء ساعدادنا الفترة اللي جاي طبعا النادي الاهلي هو احنا بناخد الماتشو بماتشو ما يهمناش مين لها ما هنلاعب مين ولا مين اللي جاي احنا بنبص بس للدوري وبنبص الماتشوات اللي جاية شكرا يا احمد وبالتوفيه ان شاء الله في المبرارات القادمة حبيب فاروق شكرا يا احمد وبالتوفيه ان شاء الله عليك شكرا على احمد البط Speech